بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 part 4 function and strength of the web reinforcement هنا بنتكلم على function بتاعة the web reinforcement will strength according to the web reinforcement أولا بالنسبة للfunction فبنقول إن الweb reinforcement is provided to ensure that the full flexural capacity can be default الكلام ده معنى إيه؟ إن إحنا عايزين نستفيد بكل الكباستي بتاعة القطاع اللي هي phi في mn طيب يعني إيه نحتفظ بالكباستي بتاعتها؟ يعني مش عايزين يحصل cracks desired flexural failure mode ولما يحصل sheer failure الشيء الفيرير دوت بيبقى brittle وإحنا عايزين نستبعد موضوع إن يحصل عندنا brittle failure ليه؟ لأن البريتل في الخارسانة بيبقى sudden failure وده بيبقى مشكلة ما بتلحقش تعمل أي تدعيم للمنشأة اللي عندك لو قدر الله حصل لبريتل failure طيب بيعمل إيه كمان؟ إن هو keep the sheer cracks from widening يعني الموضوع دوت بيعمل clamping بيمنع the sheer cracks إن هي يحصلها عملية إن الفتحة ديت أو widening المقصود بيه الاتساع بتاع الكراك لأن الكراك اللي عندي كل ما الفتحة بتاعته بتزيد أو اتساعه بيزيد بيسبب stress concentration وبالتالي ممكن يسبب local failure طيب الكاميرا اللي ما حصلش فيها شروخ بنقول الشير is resisted by uncracked concrete لأن مش عايزين ننسى إن الخرصانة كماتيريال ليها الشير strength وممكن تمنع الكراكس في لكشور الكراكين بنقول الشير is resisted by التلاتة كمبوننت اللي تكلمنا عليهم اللي هما الفي سي زد اللي هي الشير ان كمبريشن زون الفي اي واي الفيرتكال كمبريشن of aggregate interlock الفي دي اللي هو الدول اكشن from longitudinal parts وادي الرسمة اللي هي فيها التلاتة كمبوننت الفي اي اللي هو الاغريكت انتلوك ادي الفي دي اللي هو الدول فورس وده بيبقى موجود في التنشن سايد الفي سي زد ده الشير resisted وبنقول الفي اس increases as الكراكس widen يعني كل ما الكراك اللي عندي بيتسع الفي اس القيمة بتاعتها بتزيد لغاية ايه لغاية لما يحصل عندي yielding في الاستيرابس زين لستيرابس بروفايد كونستانت رزيستانس موسيقى